تبارك الذي نزل الفرطان على عبدي ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء إن فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيء أو وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتريه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جئوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتبها فهي تملي عليه بكرة واصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقي إليه كنز أو تكون له جنة نأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إنشئ أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيغا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء أو مصيرا لهم فيها ما يشاء قون خالدين كان على ربك وعدا مسولا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِيهَا أُولَى أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ أَوَلَكِمْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاهُمْ أَهُمْ حَتَّى نَسُوا الزِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقَ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءُ أَنَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَاءَ إِكَتُ أَوْ نَرِيْ رَبَّنَا لَقَدْ إِسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُواً كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَاءِ إِكَتَ لَا بُشْرِيْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَطُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَاجْعَلْنَاهُ هَبَاءً أَمْ مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَاءِ إِكَتُ تَنْزِيلًا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرًا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جيهني وكان الشيطان للإنسان خذولاً وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القر أنا مهدوراً وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين وكفئ بربك هادياً ونصيراً وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القر آن جملة واحدة كذلك لنثبت به فوادك ورتلناه ترطيلاً ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولاك كشروا مكاناً وأضل سبيلاً ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً فقلنا اذهباً إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميراً وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذاباً أليماً وعاداً وثمود وأصحاب الرسل وقروناً بين ذلك كثيراً وكلاً ضربنا له الأمثال وكلاً تبرنا تتبيراً ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر الساو أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشوراً وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزءاً أهذا الذي بعث الله رسولاً إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً أرأيت من اتخذ إلهه هويه أفأنت تكون عليه وكيلاً أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كان أنعام بل هم أضل سبيلاً ألم تر إلى ربك كيف مذ الظل ولو شيء ألجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً وهو الذي أرسل الرياح نشراً بين يدي رحمتي وأنزلنا من السماء إماء طهوراً لنحيي به بلدة ميتاً ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسي كثيراً ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبيه أكثر الناس إلا كفوراً ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملحون أجاج وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً وهو الذي خلق من الماء إبشراً فاجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضوهم وكان الكافر على ربه ظهيراً وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شيء أأن يتخذ إلى ربه سبيلاً وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفي به بذنوب عباده خبيراً الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوي على العرش الرحمن فاسأل به خبيراً وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما يأمرنا وزيدهم نفوراً تبارك الذي جعل في السماء إبروجاً وجعل فيها سرجاً وقمراً منيراً وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً إنها ساءت مستقراً ومقاماً والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً والذين لا يدعون مع الله إلى من آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزمون ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولاً إك يبدل الله سيئاتهم حسناً وكان الله غفوراً رحيماً وما تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماماً أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاماً خالدين فيها حسنة مستقراً ومقاماً قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً ترجمة نانسي قنقر